المتعارف عليه أنه الذي استهدف المصالح الأمريكية في العراق وأعلن وقدم أسبابا عن ذلك هي فصائل المقاومة العراقية التصريحات الأخيرة للسيد القاد العام ورئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني وصف هذه الأعمال وبالذات بعد قصف السفارة الأمريكية بالأعمال الإرهابية هل يقصد هنا تحديدا فصائل المقاومة العراقية؟ كل مجموعة تقوم باستهداف المصالح الوطنية العراقية هي تهدد الأمن القوم العراقي وبالتالي هذا الوصف جاء لهذه المجموعة التي قامت بعد أكثر من عام من استقرار للوضع الأمني في العاصمة بغداد وكذلك بالمقابل في المحافظات وبالتالي هذا هو المسار القانوني لوصف هذه العملية التي استهدفت السفارة الأمريكية وكذلك مبنى جهاز الأمن الوطني وكذلك روعت المواطنين العراقيين الآمنين في مساكنهم في المجمع السكني داخل المنطقة الخضراء وبالتالي هذا التحدي حقيقة هو ما جعله سيد رئيس وزراء يشير بصورة واضحة إلى أن هذه المجموعات الخارجة عن القانون وكذلك بالمقابل الجماعة التي قامت بعملية السيدافية سيطالها العدالة وكذلك توجيهات إلى القوات الأمنية بجمع المعلومات الاستخبارية وهذا ما تعمل عليه الآن على قدم الوساق الأجهزة الأمنية والاستخبارية في عملية تحديد الجنات وبالتالي الذهاب بهم إلى القضاء وكذلك هذا العمل أضر حقيقة بالإدارة السيادية للدولة العراقية بالتزامها باتفاقية فيينة لحماية البعثات الدبلوماسية ولم يحدث في عائد حكومة الأستاذ محمد الشياع السوداني استهداف من هذا النوع على مدى أكثر من عام ولغاية 7-10-2023 كان هناك استقرار تام حقيقة في العاصمة بغداد وكذلك المحافظات ولذلك هناك الآن عمل كبير من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية والتغييرات التي أجراها حقيقة في المهام للقوات الأمنية سيد رئيس وزراء وأشرف عليها بنفسه وكذلك لقاءاته مع القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية من أجل دعمهم دعم مسارات عملهم وكذلك يعطاهم الصلاحيات نتوقع أنه تحريك للقطاع الأمني في القيام بمهامه وإناطة مهام كذلك جديدة خصوصا مع اقترابنا مع انتخابات مجالس المحافظات عرفنا أو أنتم هل عرفتم من هم الإرهابيين الذين قصفوا السفارة الأمريكية تعرفون أم لا تعرفون لا طبعا سيعلن في حال اكتمال التقرير الاستخباري الذي طبعا يقدم إلى سيد رئيس وزراء ويناقشه مع القيادات الأمنية كان في مجلس الأمن الوطني أو كان في مجلس الوزراء وكذلك بالمقابل مسارات دارة القرار الوطني العراقي طبعا وبعد ذلك سيعلن إلى الرأي العام حال وحال بكل حالات التي تحال من قبل القائد العام للقوات المسلحة والتوجيهات إلى القوات الأمنية العراقية والأجهزة الاستخبارية وبالتالي في حال اكتمال هذا التقرير حقيقة سيعلن الرأي العام لأنه موضوع مهدد للأمن القوم العراقي مهدد للمصالح الوطنية العراقية وكذلك بالمقابل هو يسير باتجاه ضد مسار عمل المنهاج خلينا أتسلسل معاك بالحديد يا دكتور سيان الصواريخ الستة أو الثلاثة التي انطلقت على السفارة الأمريكية هل تم تحديد موقع الانطلاق أكيد تم تحديد الموقع الخاص بالانطلاق وكذلك بالمقابل المبرزات الجرمية التي انطلقت منها هذه القنابر الخاصة والتي استهدفت المنطقة الخضراء واستهدفت البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مقر جهاز الأمن الوطني الذي هو واحد من الأجهزة الاستخبارية السيادية للدولة العراقية وكذلك بالمقابل إلا أنه الذعر الذي أصاب المواطنين وكذلك بالمقابل الترقب الذي أصاب كذلك الرأي العام العراقي لكي لا نعود إلى هذه اللحظات التي كنا نشهدها طبعا في الحكومات السابقة وكذلك في الفترات التي كانت تهديد وتهدد الوضع فيها العراق يعني إذا كنت جاوبني بصراحة أستاذ حسين الحكومة العراقية في هذا الملف تحديداً وبالرغم من البيانات الواضحة كوضوح الشمس التي قالت بها وحذرت منها في هذا الملف الحكومة تجامل كثيراً تخشى من شيء أم أن المرونة مطلوبة في هذا الملف ليس هناك مجاملة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيعة السوداني واضح جداً وحذرتك التقيت به عدة مرات وتراه ما يقوله يفعله وكذلك يعمل من أجل تحقيق أهدافه وهذا بالتالي ما يجعل الحكومة العراقية ملتزمة بمصالح الشعب العراقي باستقرار الشعب العراقي واستدامته بعد 20 سنة من الحرب والصراع والحرب على الإرهاب وكذلك بالمقابل المصالح الوطنية العراقية يجب أن تراعي كذلك التزامات الدولة العراقية في هذا المسار ولذلك هناك النظرة للقاد العام للطوات المسلحة السيد رئيس وزراء تأتي في إطار هذه المعطيات الثلاثة الاستراتيجية والأساسية وهي أولويات أساسية الآن للحكومة العراقية المنتخبة وكذلك بالمقابل هذه الحكومة التي عملت خلال أكثر من عام على استقرار البلد ونقله نحو التنمية وكذلك نحو استقرار أمني تام وكذلك بالمقابل إلى أنه انتقالنا نحو البنى التحتية والخدمات وهذا هو الاستحقاقات الأساسية للمواطن العراقية التي يطلبها من الحكومة العراقية والتي لا بد أن تلبيها ولذلك لحظة أزمة غزة التي ظهرت في 7 عشر في 2023 قد أثرت على الساحة العراقية وأثرت على الوضع فيها العراق ولذلك الآن هناك تدارك من قبل السيد رئيس وزراءة من قبل قادة القوى السياسية العراقية سواء في اتلاف دارة الدولة أو في الإطار التنسيقي ولذلك الاجتماعات التي حصلت خلال الأيام الماضية كانت تدعم قرارات الدولة قرارات الحكومة العراقية وقرارات كذلك استدامة الاستقرار أنا لما سألت أن القصة هل فيها مجاملة بصيغة الاستفام لأن أنا أعرف الأجهزة الأمنية العراقية بالأمن الوطني وبالمخابرات وبالداخلية الجريمة التي ليس فيها بعدا سياسيا ما تطورت لس ساعات يجي المجرم وأبوه وخالته وعمته إلا الجريمة السياسية تتأخر كثيرا لقد بنيت على هذا يا أستاذ السيم يشوف أستاذ دلجم وأنا قلت لك أكون معطيات ثلاثة في إطارها تعمل الدولة ولذلك هناك الآن ضغط طبعا فيها الإعلام من أجل الإعلان السريع النتائج قد تكون غير موجودة على الأرض بصورة متكاملة ولذلك السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيعة السوداني حريص على اكتمال التحقيق الاستخباري بصورة تامة جدا من أجل تقديمه إلى الرأي العام وهذا طبعا ما شهدناه من الحكومة عندما تقوم بتحقيق تقوم بالإعلان عنه وهذا ما لحظنا مؤخرا حقيقة البيان الصحف الذي كان لديه الناطق باسم القادة العام للقوات المسلحة وكذلك الناطق باسم الحكومة حول حادثتين حدثتها في محافظة ديالة وكذلك العاصمة بغداد وتم الإعلان عنها بعد انتهاء التحقيقات والمعلومات والبيانات المتكاملة التي قدمت إلى الرأي العام